نزيل الخلافات اوش انت عندك مسلسل وزيرة نجح نايف يعني صارت عليه وايد لقط يعني انا وجهة نظري ما نجح وايد وجهة نظري ما نجح مجلس الامة لما شاشوا عليه انت شايف انه ما يحق لهم لا احنا قاعد نقدم عمل عمل وزيرة كانوا في عظام مجلس الامة يعني يبون الوزيرة توقع لهم ايامها معاملات وكذا عمل احنا مشكلتنا دائما العمل نكبر المواضيع والروح للشخصانية في ناس يتوقعون ان تقصد فلان تقصد فلان ما في شيء ما في شيء يسمى تقصد فلان قاعد نقدم عمل وانه جزء من عظام الجلس الامة كان يعني لتفكيرنا يعني احنا كبر العمل ان هذه المجموعة يبون يستغلون الوزيرة نتوقع لهم معاملات لا انا ما اعتقد ان هذا هو هو كان هذا على سالفة جاسم الجاسم الشذود الجنسي اللي كان موجود عندك في العمل هذا جزء ثاني الباحية اللي كانت موجودة ما فيه يعني بذاك الوقت لا ما اعتقد جاسم الجاسم هو شخص ما اعتقد اسمه المثل وكان معانا كان فيه شوية خلل هو بس هذا جزء من الموضوع وعلى فكرة شناه هذا الجزء أوكي قامت الدنيا اي صار صار يحق له بس احنا احنا نشوف الموجودة هذه المواضية مو يعني مو مو مستحبة عندنا لا هذا كان نتكلم احنا على سنوات غديمين على فكرة انتوا تلاحظين تردين على الدراما الكويتية بالسابق كان فيها شيء لو يسوونها الآن تصير كوارث تصير كوارث في المصائب يعني ايام بداية الدراما الكويتية كانت كانت البلد جدا مفتوحة المريح الحريات موجودة نحن فيه شيء يعني على فكرة مو هذا فيه شغلة انا دائما قلتها مرة كان عندي لقاء في مبي سي ايام قبل قالوا لا انتوا ما عندكم حرية قلت للا احنا الحكومة ام الحرية ام الحريات ترى عندنا هذا شيء ممكن فيه ناس ما يحبون هناك فرق بين الحرية والانفلات الحكومة الحكومة عندنا عمالنا اعمالنا امسك قول عن الحكومة اي شيء ما عندهم مشكلة حكومة بس قول عن شخص او قول عن فئة شخص معين الدينة تنقلب عليك هذه هذه الاشكالية هذه الاشكالية وانتقد الحكومة كل اعمالي ان كان خالد ابشر مستعد راجعونا ما عندهم مشكلة الحكومة بس انتقد عضو مجلس امه مثلا انتقد مدير معين مثلا تصير مشكلة تصير مشكلة ايه 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 ايه